اشتركوا في القناة الخطر الاكبر هو الفايروسات المعدلة ورثيا والتي تستعمل في الحروب ولا سيما بعد ان اثبتت جدارتها في حرب سابقة حيث اعطى الاوروبيون قديما الحفة ووسائد الهند الحمر كعلامة على حسن النية ولكنها في الحقيقة كانت محملة بمرض الطاعون والسل والكوليرا الامر الذي تسبب بمقتل عشرات الملايين من هند الحمر ولكن مطمئ في الامر هو ان هناك معاهدة بين الدول تمنع استخدامها الا انه في حال نشوب حرب عالمية سيتم تمزيق اوراق تلك المعاهدات بالطبع لا يخفى على احد ان الفضاء يحتوي على مئات الملايين من الكويكبات والنيازك واحتمال سقوط احد تلك النيازك على الارض يعتبر نتيجة منطقية اذا انه قبل ما يقارب ستين مليون سنة سقط نيزك عرضه عشرة كيلو مترات على الارض تسبب في انقراض الديناصورات والكثير الكثير من الكائنات الاخرى فقط بسبب الاستدام العنيف كما انه ادخل الارض في العصر الجليدي بسبب الغبار والدخان الكثيفين الذان قاما بحجب اشعاد الشمس حسنا الكل يعرف القنابل النووية وتأثيرها الكارثي ولكن ما يجهل الكثيرون منكم هو ان هناك اكثر من اربعة عشر الف قنبلة نووية في العالم بحسب موقع ارمس كونترول اسوسييشن الامريكي وانه اذكركم بان كل الدمار الذي حصل فيه هيروشيما كان بسبب قنبلة واحدة فقط كما انها كانت اصغر بكثير من القنابل موجودة في هذه الايام الى هنا تنتهي هذه الحلقة من قناتكم معلومات مباثرة مع السلامة